اشتركوا في القناة المسجد الأقصى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبقى مع السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي منها نستق العلم ونهتدي بخصال وأخلاق أعظم الخلق أجمعين وهاهو يعلمنا درسا جديدا في حسن الخلق بعد أن فتح مكة منتصرا بعد أن من الله عز وجل على رسوله الكريم بفتح مكة توقع المسلمون أن يمكث رسول الله في بيت السيدة خديجة الذي كان يعيش فيه يا رسول الله أفلا تذهب إلى بيتك؟ فرفض رسول الله أن يأخذ بيتا ليس له الآن فقد باعه عقيل بن أبي جهل فقال وهل ترك لي عقيل بيتا؟ ثم طلب رسول الله أن يثبت له خيمة ليعيش فيها حبيبي يا رسول الله فتح مكة وعفى عن أهلها ورفض أن يعيش في بيت هو في الأصل بيته لأنه لم يعد ملكا له فقد باعه عقيل فيما باعه وبهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا ننتفع بشيء لا نملكه ومن يفعلها غير رسول الله فقد دخلها سلميا وأراد نشر الدعوة الإسلامية بروحه السمحة الطاهرة فهو القدوة والمنارة التي ترشدنا جميعا إلى الخير نبي الله يمكث في خيمة خشية أن يظلم أحدا وهو الفاتح المنتصر لم يعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط عن أهل مكة وإنما عفى وأمن أكثر الناس عداوة له وللإسلام الله لو تعرف علي أحد المسلمين لقتلني ومثل بجثتي والله يا زوجي ما عهدناهم يمثلون بجثة القتل ربما لأنهم لم يجدوا فيها جثة عكرمة فكم آذيتهم نعم آذيتهم كثيرا فابن أبي الحكم أشد وألد أعداء المسلمين وماذا أنت فاعل يا عكرمة سنذهب إلى البحر سنحرب ربما وجدنا بلدا آخر يؤوينا هيا أسريع يا امرأة أما أنا فسأبقى مع رسول الله تبقين مع رسول الله نعم سأبقى مع رسول الله وسأدعو الله أن يهديك وأن يسامحك وكان عكرمة من المشركين الذين خانوا العهد وآذوا رسول الله وأصحابه كثيرا فداك أبي وأمي يا رسول الله هرب عكرمة خائفا منك فهل لك أن تؤمنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آمن الله أكبر الله أكبر عفا رسول الله عن زوجي عفا رسول الله عن زوجها كرمة الله أكبر فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله عفا رسول الله عن زوجي عفا رسول الله عن زوجها كرمة الله أكبر يا أم حكيم ما لك تسعين خلف رجل يهرب كالفأح؟ ماذا تقول؟ إنكي إنك امرأة جميلة وتستحقين من هو أقوى منه وأشجع والله يا عدو الله إن اتبعتني لجعلت منك عبرة لكل خائن دنس ماذا فعلت يا امرأة؟ تحملت أم حكيم الصعاب والمخاطر وشقت طريقها إلى زوجها أملا في اللحاق به وهدايته إلى الإسلام قل أي شيء أقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله والله ما هربت إلا من هذا يا ابن العم يا عكرمة يا عكرمة يا عكرمة كيف وصلت إلى هنا يا أم حكيم؟ أوصلني الله يا ابن العم وقد جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس بأهله وخير الناس محمد رسول الله يا عكرمة فلا تهلك نفسك فقد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمنك محمد أمنني أنا نعم هيا يا عكرمة عد معي إلى رسول الله عد معي إلى رسول الله شعر رسول الله باقتراب عكرمة فقال لأصحابه يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبال عكرمة فرحا به وأجلسه بين يديها يا محمد أخبرتني أم حكيم بأنك قد أمنتني قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنت آمن إلى ما تدعو يا محمد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل 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 حتى عدد له رسول الله خصال الإسلام والله ما دعوت إلا للحق وهو أمر حسن جميل قد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إلي وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد عبده ورسوله وقد دعا رسول الله لعكرمة أن يغفر له الله كل عداوة عاد فيها عكرمة الله ورسوله والله لا أدعو نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو ويسامح بلا حدود حتى مع ألد أعدائه فكلما عفى وأكرم كلما انتشر الإسلام وزاد عدد المسلمين ودخل الناس في الإسلام أفواجه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى حتى أن يسمع عكرمة ما يؤذي أذنيه فيمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة من سب أبيه وهو أبو جهل الجهول عضو الله والرسول رحمة رسول الله وعفوه كانت الباب الأوسع للإيمان الحق فيتحول العدو إلى حبيب وليس أدل على ذلك من صفوان بن أمية المشرك ناقض العهد فقد أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هرب فلاحق به عمير بن وهب هل جئت تريد قتل يا عمير بن وهب؟ جعلت في ذاك يا صفوان بل جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس رسول الله وقد أمنتك عنده فأمنك والله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها وإلا قتلت نفسي يا رسول الله جئت صفوان هاربا يريد أن يقتل نفسه فأخبرته بما أمنته فقال لا أرجع حتى تأتي بعلامة أعرفها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عمامتي فداك أبي وأمي يا رسول الله يا صفوان هاك عمامة رسول الله أعطاني إياها علامة فهل صدقت؟ ومن لا يرضى ويصدق وعمامة رسول الله بين يديه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رحمة وتسامح ورضا علامات تشرح الصدور وتنير القلوب وإشارات يرسلها رسول الله إلى العالمين لتعم المحبة والرحمة يبعث بعمامته الشريفة لرجل مشرك ليؤمنه على نفسه حقا إنه رسول الإنسانية ورسول السلام والمحبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الإنسانية ونبي الرحمة السراج المنير خاتم النبيين النبي الأمي الكريم ما زلنا مع السيرة العاطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وما زال يبعث بإشارات الرحمة والعفو عن كل من يؤمنه حتى سهيل بن عمر الذي عاد رسول الله وحاربه في كل مرة تخرج فيها قريش لمحاربة الإسلام والله ما لعند محمد إلا أسوأ الأثر ولا يحمل في ذاكرته أسوأ مما يحمل عني كيف يمكن له أن يعفو عني ويسامحني من بالباب؟ أنا ابنك عبد الله افتح يا أبي ولا تخف يا ولدي هل لك أن تؤمنني وأن تطلب لي جوارا إلى محمد؟ نعم يا أبي على أن تسلم بين يديه لكن محمدا لم يرى مني خيرا الخير كله عند رسول الله يا أبي يفيد على العالمين فلا تخف يا أبي سيؤمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسك ويمنع عنك الأذى إنه رسول الله يا أبي يا رسول الله أتؤمن أبي سهيل بن عمر أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته يجير من استجار به ويؤمن من طلب العفو ثم قال لصحابته من لقي سهيل بن عمر فلا يشد النظر إليها فلقد رأى أن ما كان فيه لم يكن له بنافع يا أبي قد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع عنه ومنع عنك كل أذى كان والله برا صغيرا وكبيرا لقد كان لهذه الكلمات التربوية الأثر الكبير على سهيل بن عمر فأثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحسن إسلامه بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه عليه وببديع إسلوبه في التعامل معه حيث الرفق واللي فكان سهيل مكثرا في الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم وكان كثير البكاء عند سماع القرآن الكريم وهكذا تستمر سيرته العطرة فنرى صورة من صور العدل الكامل في تنفيذ حكم الله في القريب والبعيد لا فرق يا رجل كم تريد ثمنا لبضاعاتك اشتريتها بعشرين دينارا فادفع ما تسمح به نفسك سأدفع لك فيها ثلاثين إذن هي لك خذ يا أخي أموالك وسأرسل لك من يحملها عني فأنا رجل كبير عفوا يا سيدي لم أشاهدك وأنت تمشي ببطء فصدمتك عفوا عفوا لا عليك يا ابنتي تعالي هنا يا امرأة أخرجي كسى النقود الذي صرقته من الرجل أموالي 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 لقد صرقت أموالي صرقت أموالي هذه المرأة صرقت أموالي أنا أخرجي النقود يا امرأة يا النقود خذ خذ يا رجل خذ أموالك وعفوا عني والله لا أتركك حتى يقضي الله فيك أمره ويحكم فيك رسول الله ماذا تقول يا رجل زوجتي تسرق؟ نعم سرقت وقد أمسك بها الناس يا أخي متى حدث هذا؟ منذ قليل هيا نذهب إلى أسامة بن زيد يتشفع لنا عند رسول الله هيا بنا يا رسول الله يا رسول الله إن المرأة قد سرقت بشهادة الناس لكنها ابنة سيد وشريف وزوجها رجل ذو شأن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه من شدة الغضب ثم قام وخطب خضبة قال فيها إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترقوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها والله والله لو أعلم أن فعلتي هذه تغضبك يا حبيبي يا رسول الله لما قبلت أن أشفع لها حمد لله على سلامتك يا أخي سلامك الله من كل شر يا أخي أسمعت خطبة رسول الله الذي أوصى فيها بأنه لا فرق بين القوي والضعيف في حكم من أحكام الله؟ بعد عفو رسول الله عن أهل مكة دخل الناس في دين الله أفواجا رجالا ونساءا ماذا بك يا هند؟ هل بايعت محمدا يا أبا سفيان؟ نعم يا هند لقد بايعه أهل مكة جميعا وأنا منهم وأنا؟ ماذا أفعل؟ اذهبي إلى رسول الله يا هند وبايعيه على الإسلام مع النساء كيف؟ كيف وقد قتلت أعز الناس عنده؟ رسول الله رؤوف رحيم يغفر ويسامح لا تقلقي يا هند لا بأس سأذهب إلى محمد ولكني سأغطي وجهي حتى لا يعرفني لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح النساء التي لا تحل له فكان يبايعوهن دون مصافحة فيقول لهن أبايعوكن على ألا تشركن مع الله شيئا والله لو كانت هذه آلهة لأغنت عننا اليوم يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقمل المبايعوهن وَلَا تَسْرِقْ لَا تَسْرِقْنَ وَأَنْتَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ فَهَلْ عَفَوْتَ عَنْيَ عَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَكْمَلَ الْمُبَايَعَةِ رحمة وتسامح ورضا علامات تشرح الصدور وتنير القلوب وإشارات يرسلها رسول الله إلى العالمين لتعم المحبة والرحمة حقا إنه رسول الإنسانية ورسول السلام والمحبة فرسول الله يدعوه عز وجل أن يغفر لأعدائه ما قد أصابه من أذن ويؤمنهم على حياتهم دخل اثنان من المشركين إلى بيت أم هانئ يطلبان أن تجيرهما وقد كان غريبا في ذلك العهد أن تجير المرأة الرجل يقبل النبي إجارة أم هانئ ويقول لها صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وهكذا تبرز مكانة المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يؤمن من تجيره أم هانئ صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق الذي علمنا مكارم الأخلاق الحبيب المصطفى على العالمين سيدنا محمد بن عبد الله والآن مع درس آخر من دروس السيرة النبوية درس رائع يعلمنا إياه رب العالمين من فوق سبع سماوات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة أراك تستعد للرحيل؟ نعم يا نور سأخرج في رحلة استطلاع حول مكة مع بعض من رجال المسلمين وهل هناك من يفكر أن يغير علينا؟ نعم يا نور نحن قوة يا أخي قوتنا في إيماننا بالله وليس في عددنا ولا عدتنا ويجب أن نتجهز دائما حتى لا يباغتنا عدو ظالم نعم فما زال البعض يكره أن يرى الإسلام عزيزا منتصرا انتشر خبر فتح مكة فاستنفرت قبيلة هواز تلك القوة التي كانت تقابل قوى قريش يا قوم يا سادة العرب سقطت قريش ولم يعد هناك من يضاهين قوة ولا عزة نعم قضى عليهم محمد ليفتح لنا الطريق لنكون سادة الجزيرة وقادتهم لكن محمدا لم يقضي عليهم يا سادة العرب بل دخلت قريش في دينهم وأصبحت مسلمة وما الفرق أيها الشيخ الكبير سقطت أو أسلمت بالنسبة لنا سواء لا تصخر من شيخوختي يا ابن عوف واسمع مني فقد كنت داهية حرب ولولا جسد الهزيل لكنت أول الغازين نعم يا مالك فلتستمع إلى مشورته فهو رجل محنك وشيخ مجرب إنه دريد بن الصمة والتي ما قصدت إهانته وإنما نحبه ونجله إن كان محمد قد دخل مكة فاتحا فهو أقوى من قريش وإن كان دخلها كما يقولون مسالما ودخلت قريش الإسلام فهو قوة أكبر وأعظم لا تقلق يا شيخنا سنعد جيشا لا قبل لمحمد به ونسحقه ونسيطر على مكة وما حولها من قرى يا رسول الله إن هوازن تجمع القبائل وقد انضمت إليها ثقيف وبعض القبائل الأخرى يا رسول الله لا بد أن هناك شيئا يحاك لنا شعر رسول الله بخطورة الموقف فطلب من عبد الله الأسلمي أن يتجهز لهوازن ويدخل في الناس ويقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم سمعا وطاعة يا رسول الله غابت كعب وكلاب عن جمعها وازن وثقيف وهل سيخزو مالك بن عوف المكة بدونهم؟ نعم وقد جمع جيشا من المقاتلين ليصحقوا محمدا ويقضوا عليه ونسيطر نحن على مكة علم عبد الله الأسلمي بخبر اجتماع هوازن وثقيف مع قبائل العرب المعادية للإسلام فانطلق إلى رسول الله يخبره بالأمر الخطر يحيط بالمسلمين من كل جانب ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية إيقاف زحف هوازن وثقيف ومن ولاهم انطلقوا إلى محمد فربما عرف بخروجنا إليه فنعرف كيف استعد لنا سنسبق الريح يا مالك ونأتي إليك بكل خبر عن محمد وأعوانه يا خالد ماذا لو جمعت لنا هوازن لحربنا وهل لنا خيار يا أخي غير الدفاع عن دين الله ورسوله ضد كل معتد آتم حتى آخر قطرة من دمائنا يا رسول الله رأيت هوازن وقد جمعت لغزونا بجيش كبير رأى رسول الله أن يخرج إليهم للدفاع عن مكة وإبعاد الخطر عن أهلها فأمر بتجهيز الجيش يا رسول الله هذا جيش المسلمين قوامه 12 ألف مقاتل ولكن ينقصنا بعض السلاح يا رسول الله إن صفوان بن أمية لديه من الدروع والأسلحة ما نبتغي أرسل رسول الله في طلب صفوان بن أمية وهو يومئذ مشرك لم يكن قد من الله عليه بالإسلام رسول الله يطلبك يا ابن أمية ما الخطب يا أخي؟ وهل يأتي من رسول الله إلا كل خير يا رجل؟ على الرحب والسعى هيا بنا رحب رسول الله بصفوان بن أمية ثم قال له يا صفوان أعرنا سلاحك هذا نلقى عدونا غدا أغصبا يا محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك يقصد أنها على سبيل الإعارة وترد إليها ليس بهذا بأس سأعطيك مئة درع بما يكفيها من سلاح وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه بالخروج لملاقات هاوازن لنقل القتال خارج مكة وإبعاد الخطر المتوقع من هجوم هاوازن الوشيك تحرك الجيش خارج مكة وكان من بين المسلمين من هم حديث العهد بالإسلام وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة كبيرة خضراء يقال لها ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعقفون عليها يوما إنها شجرة عظيمة شديدة الشبه بذات أنواط إنها رائعة ماذا لو سألنا رسول الله أن يجعل لنا ذات أنواط نذبح عندها كل عام ونعتكف فلنفعل ذلك فأنت سيد قريش ولك منزلة كبيرة لكني حديث العهد بالإسلام يا أخي ماذا لو طلبت أنت ذلك يا ابن الوليد والله لا أفعل لماذا يا خالد أتريدني أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الجاهلية يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مع ذلك عملهم بلطف شديد وقال الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى بسم الله الرحمن الرحيم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون رأى عيون مالك بن عوف جيش الإسلام فدب الرعب في قلوبهم وتفرقت أوصالهم وانطلقوا إلى مالك بن عوف ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام وخاتم الأنبياء الذي بعثه الله بالحق رحمة ونورا للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما زلنا نتحدث عن هواز وحربها على المسلمين بعد فتح مكة وتزعم مالك بن عوف وقيادته لجيش المشركين حيث أرسل عيونه لمراقبة المسلمين والله إنهم ليسوا ببشر بمجرد أن رأيتهم ارتعد جسدي كله فلنسرع لنخبر مالك بن عوف بما أصابنا ويحكم ما شأنكم رجال هوازن والله ما إن رأيناهم حتى أصابنا ما تراه منا الآن خرج محمد ورجاله لملاقاتنا قبل أن نغزوهم هذا ما توقعته سننصب لهم الأكمنة وندمرهم قبل أن نشتبك معهم والله لن نغلب اليوم من كله إثنى عشر ألفا من المقاتلين بعتادهم في موكب مهيب من لا يرتعب من كثرتنا أعجب بعض المسلمين حديث العهد بالإسلام بكثرتهم وتحدثوا في ذلك فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن لذلك لكنه أكمل المسير إلى هوازن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكثرة لا تنصر أصحابها وإنما ينتصر المسلمون بعون الله وإيمانهم به عز وجل فكان حزنه كبيرا لسماع هذه الكلمات التي تدل على إعجابهم بكثرتهم وفي المقابل وفي المقابل كان مالك بن عوف قائد هوازن ينصب الكمائن في الخفاء لحصار جيش المسلمين ومباغتتهم بعد أن وصلوا إلى أوطاس وعسكروا هناك بأي واد أنتم يا رجل؟ بأوطاس يا شيخ الحرب وخبيرها نعم مجال الخيل فاو مكان مناسب لا هو بالصلب المليء بالحصى والحجارة ولا هو بالليه الذي تغرس فيه الخيل لم يكتفي مالك بن عوف بجمع عشرين ألفا من المقاتلين لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أرسل خلفهم أبناءهم ونساءهم وأموالهم إلى أرض المعركة حتى يثبت رجاله ويقاتلوا باستماته شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما جعله يطلب من العباس أن يسبقهم بعض من الجنود لتأمين الطريق أمامهم يقول العباس صدقت يا رسول الله سأرسل من يؤمن الطريق لجيش المسلمين أراك مشغول البال يا خالد ولولا أني أعرفك جيداً لظننت أنك قلق مما نحن فيه وهل يقلق خالد بن الوليد سيف الله المسلول من جهاد في سبيل الله يا أبا سفيان؟ فيما تفكر إذن؟ أفكر في إرسال عيون لنا تكشف لنا الطريق وتؤمن مسيرة الجيش أرح رأسك قليلاً يا داهية الحرب ألا ترى جيش المسلمين المهيب؟ والله إن هذا الجيش ليسحق من يقف في طريقه يقول العباس يا خالد أمر رسول الله أن يسبقنا بعض الجنود لتأمين الطريق وكشفه لنا نعم الرأي والله هذا ما كنا نتحدث فيه ومن لا يهدأ باله ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العباس اختر من رجالك من هو أهل لهذه المهمة يا خالد؟ فداك نفسي وأهلي يا رسول الله ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير سقت مع الناس أموالهم وأطفالهم ونساءهم أين مالك بن عوف؟ مالك الذي يحدثك يا رجل ألا تعرف مع من تتحدث؟ أم أن الكبر قد أصاب عقلك؟ لا أعبأ بسخرية شاب مثلك لشيخوخة رجل مثلي لا تغضب يا شيخنا فرأيك يهمنا وإلا ما جئنا بك إلى هنا يا مالك إنك قد أصبحت قائدا لقومك وإن هذا ليوم مشهود إذ تقضي على محمد وأعوانه ولكن ما لي أسمع أصوات البهائم وبكاء الأطفال؟ أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم راعي ضأم والله ما أنت بمحارب فهل يرد المنهزم شيء يا مالك؟ والله إن كانت الحرب لم ينفعك إلا رجل بسيفه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ماذا ترى يا عمر بن العاس؟ في أن نذهب معا فنكشف الطريق وإن ظهر أمامنا شيء فنبلغ رسول الله نعم الرأي يا خالد يا ابن الوليد أين قبيلتي كعب وكلاب يا رجل؟ لم يأتي منهم أحد إذن غابت الشجاعة والإخدام والجرأة عنكم يا مالك يا مالك أبعد هؤلاء النساء وارجعهن إلى مكانهن آمنين ولا تجعل معك إلا كل فارس مقدام قالتني إن شهدت هذا اليوم شابا لكنت أول المتقدمين والله لا أفعل وإنك لكبرت وكبر عقلك يا رجال انصبوا الكمائن في المنحدرات وخلف الأشجار فإن مر محمد وأتباعه باغتناهم وهزمناهم هذا هو الرأي نعم الرأي نصبت هوازن الكمائن واختفى الرجال بين الشعاب والأشجار ليباغتوا جيش المسلمين في الوقت الذي اغتر فيه بعض المسلمين بقوتهم وعتادهم وظنوا أنهم غالبون لا محالة يا خالد ماذا تفعل هوازن أو غيرها أمام هذا العدد الهائل من المسلمين؟ ماذا لو نصبوا لنا الأكمنة في الطريق؟ ماذا أصابك يا ابن الوليد؟ كم من الأكمنة يمكن لهوازن أو غيرها أن تنصب كي تقضي على جيش بحجم جيشنا؟ صدقت يا عمر ثم إننا لا نرى شيئا على مرمى البصر وإن كان هناك نفر من هوازن لهتزت الأشجار وعلت الأصوات خالد أشعر كأننا في نزهة تم تأمين الطريق يا أبا الفضل يقول العباس ولكن لما هذا القلق على وجهك يا خالد؟ لا شيء لكني أرتاب من هذا الهدوء أشعر وكأن هناك عاصفة على وشك أن تعصف يقول العباس لا تكن قالقا يا خالد إن كثرة الحروب وخلفيتك العسكرية تجعلك دائما متوترا لكن النصر يكون حليف المؤمنين حبيبي يا رسول الله الإنسان الرحيم الرفيق على أهله وكل من حوله وهو أيضا قائل عسكري مفكر وحكيم حتى بعد أن جاءت إليهم الأخبار بتأمين الطريق نجده يأخذ قرارا بعدم السير دفعة واحدة فقد قسم الجيش إلى فرق تسير فرقة تلو الأخرى تجنبا لأي طارئ أو مفاجأة صلى الله عليه وسلم شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شفيعنا يوم القيامة الذي يملأ الدنيا نورا ورحمة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه لملاقاتها وازن وجيشها الذي أعده مالك بن عوف لمحاربة المسلمين وللقضاء على الإسلام ليصبح بذلك ذا الكلمة العليا على الجزيرة العربية بأكملها وقد نوهنا أن رسول الله قد قسم الجيش إلى مجموعة من الفرق في مقدمتهم خالد بن الوليد على رأس ألف من المقاتلين والله إني قالق يا أخي العباس من أن ننزل دفعة واحدة في سهول ووديان مجهولة قال العباس وهل تقلق ومعك رسول الله يا رجل إنه نبي مرسل ولا ينطق عن الهوى وإنما هو يوحى إليه لقد آمر رسول الله أن تقسم الجيش إلى مجموعة من الفرق وتكون أنت في المقدمة على رأس ألف مقاتل في ذاك أمي وأبي يا رسول الله والله نعم الرأي فنحن لا ننتصر بعدد ولا عتاد وإنما بإيماننا بالله الذي ينصر رسوله ويظهر دين الإسلام قال العباس أيها المسلمون يا جند الله رسول الله يبشركم بنصر كبير إن جلدتم وكنتم من الصابرين والله إني ينتابني شعور بالهزيمة قبل أن تبدأ المعركة كيف ذلك يا رجل كيف ذلك ونحن نعتالي الجبال ونملك الوادي وهم في طريقهم لا يعلمون عن أمرنا شيئا سنقضي عليهم لا محالة كيف أقاتل أنا منشغل بأهلي ومالي الذي وضعهما مالك خلفنا هكذا يا رجل إنه داهية فقد جعل النساء يركبن الجمال في الخلف ليزداد عددنا فيرتعب المسلمون وصل خالد بن الوليد مع فريقه إلى حنين فأصبح في مرمى الرمات من هواز لكن مالك بن عوف أمرهم أن ينتظروا قليلاً حتى يدخل في مرمى سهامهم عدد أكبر من المسلمين ألا تعطي إشارة فنهجم عليهم الآن؟ انتظر يا رجل حتى يصبح أكبر عدد منهم في مرمانة فنشد عليهم ونخرج إليهم مرة واحدة نعم الرأي يا مالك نجحت خطة مالك بن عوف في البداية حيث انتظر المسلمين واضعاً لهم الكماء واختبأ رجاله بين الشعب وخلف الأشجار وفي اللحظة المناسبة انقض جيشه على جيش المسلمين ورموهم بالسهام فارتبك جيش الإسلام وتراجعوا وتشتتوا واستضمت الفرق مع محاولات الابتعاد عن كمائن هواز درس جديد هذه المرة يُعلمنا إياه رب العالمين من فوق سبع سماوات حيث اغطر بعض المسلمين بعددهم وأخذتهم نشوة القوة وشعروا بالنصر حتى قبل المعركة التي بدأها أعداء الله عليهم ونزلت الآية الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ثابتا واثقا بنصر الله فركب بغلته وشد عليها لتجري في اتجاه هواز وكان معه القليل من المسلمين منهم عمه العباس الذي كان يحاول أن يوقف بغلة رسول الله خوفا عليها قال العباس يا رسول الله أنت في مرمى سهامهم يقول رسول الله أنا رسول الله لا كذب أنا ابن عبد المطلب استرح استرح يا خالد فقد أصبت إصابات شديدة لا راحة إلا بالنصر أو الشهادة يا أخي سقط خالد مغشيا عليه قال العباس يا معشر المسلمين هلموا إلى رسول الله جرأة وشجاعة منقطعة النظير أظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديه وثباته واتجاهه نحو المشركين وهم على غلبه وطلب من العباس أن ينادي في المسلمين ويقول يا معشر الأنصار يا أصحاب بيعة الرضوان هلموا إلى رسول الله قال العباس يا معشر الأنصار يا أصحاب البيعة هلموا إلى رسول الله هلموا إلى رسول الله أيها المسلمون أيها المسلمون رسول الله يناديكم ارجعوا ألا تسمعوا العباس يا أصحاب بيعة الرضوان ارجعوا ارجعوا والله إنا سمعنا وأطعنا لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله مناد العباس على بقية المسلمين فأتوا ملبين نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا ربه قائلا اللهم إني أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا وقف شيبة بن عثمان بن أبي طلحة يراقب النبي وحينما وجده قد تعرى وانصرف الناس عنه فرح فرحا ليس هو المنتظر من شخص مسلم وكان قد قتل أبوه يوم أحد والله ما خرجت معك يا محمد لنصرتك وإنما خرجت خوفا من أن تظهر هوازن على قريش الآن سوف أدرك ثأره يا محمد التفت رسول الله إليه ووضع يده على صدره وقال اللهم اهد شيبة قالها ثلاثا وهو واضع يده على صدره ثم رفع يدها والله يا رسول الله ما إن رفعت يدك عن صدري حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منك رحمة رسول الله تظهر دائما حتى في أحلك الظروف فتعلمنا وتهدينا وهو درس آخر من دروس رسول الله في سيرته العطرة وكذلك تعلم المسلمون الدرس وعلموا أن الله هو الغالب وأنهم لا ينتصرون بعدد ولا عتاد وإنما بإيمانهم ولهم في ذلك أمثلة كثيرة مثل بدر ومؤته فأنزل الله شكينته عليهم وأنزل ملائكة تحارب معهم وتنتصر لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحصن مالك بن عوف وبعض من المشركين من هوازن وثقيف الذين هزمهم الله في حنين داخل حصن كبير بالطائف فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصارا عليهم